انت اشتغلت مع ياسر واشتغلت مع رامس هبع شوية على الموضوع وارجعتين ايه المشترك بينهم غير مختلف انا مش عارف انا حاس ان هما يعني السؤال ده مسح عارفهم وعارف ابوهم راح نطلع عليهم انا والله ما كنت اقولك ان هما اخوات بس يخرق يعني يخلق من ظهر العالم فاسد بقى زي ما بيقولوا هو يعني رامس حدوته مصري مبنوني عيني لا هي ورايحة خلق شقاوة جميل يعني حتى يعني ياسر جلب ما بيحكي هو قمة الاتزان ساحة الصبح راح واخد البيجامات بتاعته والبيجامة بتاعته اللي كانت ركور في حتة مفيش حاجة والرجل بقى لايس مش عارف يعمل ايه وطبعا تاريخ كبير ولكن هو برضو في حتة الجدعانة من ياسر طبعا في التصوير او في اللوكيشن بتاعه رامس لسه لا 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 ما انا قلت له ما اتجبنيش تاني خلقك فاكلة يعني انا اقول لك والله العظيم في كان بيعمل هو فيلم وهو رامس انا عارفه بيتفائل بيتشاء فلازم يبقى هو طب انا مليش دور معاك فاطلع دور الشرف لا تعال معاك يا عم رامس جابني فيلم اسمه احمد نوتردام تقريبا اه فبعتوا كلموني وكده قلت لهم يا جماعة ماشهد سواء القطر باشا كان قوي لأ قلت لهم المشهد مفوش حاجة جماعة وقطر وشكلة يعني واه حط امك عشان خاطري وقف جنبي هرمز ما طب نكتب المشهد ماشي ماشي كان هارس رحت بنصور الكابينة بتاع القطر مش عارفين نقف لان هي ضيئة مفيش خالص وأنا بتحر جمت والقطر هو واقف أصلي الكابينة ضيئة هو أنا وهو بيخش علي هو وحمد المرغاني والدني حر جدا وقابوله بقى هذه الوحدة حارة مش محتاجة فجيت شاء قلت له هم شخص انرحمي لا للمي نفسك عشان قلت له قسمان برب العزة لو اتشقلبت انا هنزل ومش ههمش قالوا له لا والله العظيم خلقه فعلا عشان فعلا انا عالب إنك هتعمش وش هتوسم مان فيش مان ههمش مش عادة مش طلبة وشقلبة الدنيا ده هيكاوية وحر خالص بس ربنا هده وقلت له بقى ايه ده عندك دور رئيسي بعد كده تمام مفيش يعني انا عايز اقولك على حاجة فراغدة متوحشة جي قلت له جي اضربني بالشنطة قلت له بص لا والله العظيم حط أمه خلص قال أكشن دي جاية في الشوت أكشن رح اضربني في الشنطة في وشي مش عارف انا ردت عليه وهي اتخذت قلت له هلوزك هلوزك في بؤك حاجة كده ده بحقيقي هو رح عملي والله العظيم ما عملك حاجة وبيحلف أكشن رح ضربني بالشنطة هو خلاص أول أكشن دي رف الشخصية فهو طبعا يعني حالته متأخرة